توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز المختصة بالأبحاث أن تحقيق مملكة البحرين زيادة في نسبة إراداتها من عوائد السياحة للعام الجاري بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بالعام الماضي نعم ويأتي هذا بفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات جذب سياحي عززت من مكانتها بين دول العالم كوجهة سياحية مفضلة تعتبر مملكة البحرين من المراقز السياحية المهمة في المنطقة ووجهة مفضلة لسياح بمختلف اهتمامتهم حيث أن التاريخ والحضارة الزاخرة للمملكة والمقومات السياحية الحديثة مكنتها من تبوء مكانة مرموقة من خلال عمل حكومي مؤسسي منظم ينفذ الخطط الموضوعة والاستراتيجيات لتنويع وتطوير المنتج السياحي البحريني الاستراتيجية السياحية البحرينية جذبت الأنظار العالمية لتقوم عليها دراسات مهمة تشكل النظرة المستقبلية العلمية لها حيث ستسهم بشكل فعال بحسب مؤسسة فيتش سولوشنز على دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للمملكة بقيمة تفوق الأربعة مليارات دولار امريكي وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة عناصر مهمة وهي البنية التحتية وتعزيز التراخيص والإجراءات التنظيمية وتكثيف التسويق والترويج وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص وبناء القدرات في السوق داخل القطاع السياحي إلى جانب تطويع التقنيات الرقمية كإطلاق التطبيقات والمنصات الإلكترونية إضافة إلى أربعة محاور وهي الوصول وتسهيل الدخول لمملكة البحرين والجذب السياحي والوعي السياحي عن المملكة وأخيرا الإقامة وتركز هذه الاستراتيجية على سبع ركائز رئيسية متمثلة في الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والثقافة والأثار والتاريخ بالإضافة إلى الإعلام والأفلام السينمائية والسياحة العلاجية خطة التعافي الاقتصادي التي وضعت للنهوض باقتصاد مملكة البحرين توضح ملامحها في كل عام من خلال الإنجازات التي تكتب في الصفحات المحلية والدولية لتكون شاهدا على تمييز المملكة في النهوض بسواعد أبنائها